أهلا بكم البداية من موقع المهريانة الذي صلت الضوء على تحويل قضية أغطية للشيخ عبدالله الباني إلى القضاء العسكري وهو الأمر الذي أحدث هزة كبيرة داخل المحافظة وخارجها فضلا عن مدينة بيحان مسقط رأسه واستنكرت المدينة الحادثة البشعة ولا تزال حيثيث القضية تراوح مكانها بعد محاولات ليجهات متنفذة داخل المحافظة اعتبرت حرفا لمسارها ومحاولة لإنقاذ القتلة من العقاب بحسب الموقع فقد نجحت الضغوط التي مارستها جهات متنفذة على علاقة بجريمة أغطية للشيخ الباني بحرف مسار القضية وتحويلها إلى القضاء العسكري حيث جاء ذلك القرار المفاجئ وصادم خلال الجلسة الثانية التي عقدتها محكمة الاستيناف في عتق بدعوى عدم اختصاص محكمة عتق الابتدائية في البت بمجرية القضية وابطال كل الأحكام الصادرة عنها الأمر الذي لاقي استنكارا واستياء واسعا وانزعاج الحاضرين الذين وصفوا القرار بأنه انحياز آخر للمجرمين وبداية لتصفية القضية ووفقا للمهرينت فقد قال عوض الباني وهو الشقيق الشهيد عبدالله الباني في تصريح للموقع إن قرار محكمة الاستيناف انحياز واضح لصف المتهمين ومخالفون للقوانين النافذة متسائلا كيف يتم تحويل قضية مدنية إلى القضاء العسكري رغم أن قاضي محكمة الاستيناف قد حكم سابقا في قضية كان فيها الجاني والمجني عليه من دفاع شبوة وكان مصرح القريمة ثكنة عسكرية ومع ذلك رفض القاضي تحويلها إلى المحكمة العسكرية